تخليداً للذكرى الخامسة والستين لانطلاق عمليات جيش تحرير بجنوب المملكة نظمة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وعضاء جيش التحرير بطاطا مهرجاناً خطابياً لاستحضار محطات من ملاحم العرش والشعب من أجل الحرية والاستقلال هذه المنطقة هي زاخرة بروائع الكفاح الوطني وبداكرة تاريخية الغنية لأنه نخص لها واحد الفضاء لأنه يكون بواحد تصميم هنلاسي متفرد وبالمناسبة تم تكرم ثلاء من أعضاء أسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي حقوقهم المنتامين للنيابة الإقليمية للمندوبية بطاطا كما تم تسلم دعم مالي لعدد من المستفيدين من أبناء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالإقليم واختتم المهرجان الخطبي بتدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير الذي يعد أحد المعالم التثقيفية والمتحفية والعلمية الذي سيساهم في حفظ وتثمين الذاكرة التاريخية والموروث الثقافي بإقليم طاطا